اشتركوا في القناة كل سنة حضرك طيب وكل المشاهدين بخير نستهل جولتنا سريعا أستاذ جمال من الصفحة الرابعة والاربعين من العدد الجديد لمجلة أكتوبر ونطالع منها أخبار سعيدة لمحدود الدخل والأسر الأولى بالرعاية تفاصيل وشروط الاستفادة من مشاريع إسكان الدولة نعرف تفاصيل وشروط الاستفادة من مشاريع الإسكان الدولة كما طرحته مجلة أكتوبر في عددها الجديد في الحقيقة احنا في مجلة أكتوبر عاملين ملف متميز جدا عن كل ما يخص مشروع الإسكان القومي يمكن أشرف على هذا الملف الأستاذ عاطف عبدالغاني مدير تحرير مجلة أكتوبر الملف يتناول كافة تفاصيل مشروع الإسكان القومي في الفترة القادمة عشان نوضح للناس يعني المشاريع اللي ستقوم في الفترة القادمة من إسكان والمشروع القومي للإسكان كده بينقسم لجزئين جزء الأولاني مختصة به الحكومة وممثلها في وزارة الإسكان وجماء الجهاز المشرفة للتعاونيات والجزء الثاني والذي اكتسب شهرة أعلامية كبيرة وهو مشروع المليون وحدة واللي بتشرف عليه الجهاز الهندسي بقاتل مسلحة مع أحدى شركات الإباراتية المختصة بالتطوير العقاري نعم يمكن المشروع يتطلب بعد الشيء لأن هناك مراجعة لبعض بنود التعاقد مع الجانب الإماراتي ولكن المسؤولين كلهم يقولون أن الطريق في طريقه إلى التسويات وأنه إن شاء الله المشروع سيارى النور يمكن الجزء الخاص بالحكومة والتعاونيات سيطرح 300 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة 300 ألف وحدة سكنية لمحدود ومتوسط الدخل يمكن كمان الجايد في نظرة الحكومة الآن هو متوسط الدخل لكن دائما ما نرى أن المشاريع الماضية بأكملها توجه فقط إلى محدود الدخل دون النظر إلى متوسط الدخل ومتوسط الدخل في مصر يعني فئة كبيرة ومهمة جدا خصوصا في ضوء حتى أعلن بعض المسؤولين الرسميين في الدولة أن أسعار الوحدات السكنية الخاصة بمتوسط الدخل ارتفعت فئة الفترة الأخيرة بشكل مبالغ فيه بحسب تصريحات بعض المسؤولين بالضبط طبعا يمكن ارتفاع مواد البناء وتحرك أحداث الصورتين أكيد كل ده جعل من السوق العقاري تربة خصبة للتفاع الأسعار يعني وعاكده يعني زيادت الطلب طبعا الفترة الأخيرة عندنا في التحييل أو في الملف اللي احنا رصدينه في المجلة بنقول إن فيه 16 ألف واحدة سكنية في أكتوبر وخمس تلاف واحدة سكنية في برج العرب و24 في سوهاج وبنسويف دي اللي خاصة بمحدود الدخل محدود ومتوسط الدخل كل ده اللي هو تابع وزارة الإسكان ويدخل فيه التمويل العقاري يمكن كمان التمويل العقاري يبقى ليه دور كبير جدا في فترة المقبلة لأن سيكون هناك الكثير من التسهيلات شوفنا كمان يعني وزير الإسكان بشمهندس مصطفى مدبولي ألغى شرط إيصال حجز 25 يناير كان في فترة بعد صورة 25 يناير كان هناك حصل يعني نوع من أنواع الحجزات الوهمية كده زي ما بنقول يعني فناس خدت وصولات وحصل وفي الآخر ما استلموش حاجة وما حصلش أي يعني اللي هما يعني استلموا أراضي لا كان إيصال الحجزات شوعة وكان ده شرط لعدم يعني يعني معرفة الجهاز الحكومي أنك مستفدتش قبل كده من أي مشروع وده تم إلغاؤه كمان يمكن رئيس هيئة التعاونيات دكتور حسام رزق في حوار مهم جدا المجلة أكد أن قرعة مشروع الـ 1200 فدان ستعلن خلال أيام ويمكن كمان النهاردة في قرار رئيس طلع يعني بينظم هذا المشروع بالتحديد عشان كان بيحصل مشكلة قبل كده أن الأراضي بتوزع للتعاونيات وبعد كده بيحصل لأن هذه الأراضي تكون ملكة النقوات المسلحة أو تحت إدارة وزارة البيئة أو الأصار سيتم مراجعة كافة هذه الأراضي ويعني دراسة صلاحياتها للبناء قبل توزيعها على الجمعات الأهلية التي ستقوم بالبناء على هذه الأراضي نعم ننتقل إلى موضوع آخر في ذات العدد أستاذ جمال وننتقل إلى الصفحة الثامنة والأربعين ونطالع منها تحقيق بعنوان الضريبة العقارية واختارات المصلحة تصيب المواطنين بالفزع نعرف كيف تبعت مجلة أكتوبر هذا الموضوع وموضوع الإختارات التي ترد إلى بعض أو أغلب المواطنين في الحقيقة للتقييم اللي حصل في الضريبة العقارية حصل من 2008 أو 2009 من ساعة القانون الأديم فبناء عليه فيه ناس وصلها انذارات أو مش انذارات اختارات بالضريبة العقارية الاختارات دي على المسكن الخاص الذي تم إعفاؤه بعد كده في تعديل القانون الذي حدث أخيرا في أغسطس 2014 اللي أصدره الرئيس السيس يعني بشكل تاني عشان برضو الناس تفهم يعني حصل تقييم عقاري وفقا للإقرارات الضريبية اللي قدمت منذ إصدار هذا القانون فيما قبل في 2008 أو 2009 في الفترة دي ما كانش فيه عفاء على أي ساعة أو شخص أو كان الإعفاء بيبتدي من لحد الوحدة اللي تمانها 600 ألف الآن يبين من أول 2 مليون الساعة الخاص موافعة لحد 2 مليون فطبعا ده أصار زعر شوية بين الكثير من الناس اللي وصلوهم بالفعل إنظر ربا سيحنا عايزين نطمن الناس إن هناك لجنة للتظلمات يمكن مصلحة الضرارة هنا تعاملت مع مالك الوحدة على إن بمنطق يعني إن المالك يعني متهم حتى يثبت براءته فهو عليه أن يقوم بتقديم طاعم وببناء على هذا الطاعم يعني يثبت إذا كان تزيل واحدة سكنية أو يعني واحدة إضافية لديه أيضا في بعض المشكلات إن في بعض أصحاب المحلات غير السكنية القيمة الفعلية لي يعني محلاتهم كما طرحت أيضا المجلة أقل من 100 ألف جنيه ورغم ذلك وصل لملكها مطلبات بإدفع ضريبة عليها ما هو ده اللي حصل التقييم بناء على اللجنة اللقامة بتقييم فيما قبل طبعا يعني التقييم اللي حصل فيما قبل على فكرة هو يعني في صالح الجمهور لأن التقييم حصل في وقت كان الأسعار فيه أقل من الوقت الحالي يعني معنا كده ما فيش تقييمات تاني كما يعني لا 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 ما فيش تقييمة يحصل جديد للعقارات هو التقييم بناء على التقييم القديم أنت حررك عندك تظلم هتروح تقدمه هتدفع 50 جنيه هتقدم التظلم اللجنة هتبحث هذا التظلم إذا كان هذا سكن خاص يقل عن 2 مليون جنيه سيعفى إذا كان سكن تاني ستحدد القيمة الضريبية ب10 إلى 15% تقريبا والزيادة هي ما بتتعداش من 35 إلى 45% من القيمة الإجارية للعقار تمام حضرتها قلت أنه سيدفع رسوم 50 جنيه طبما هو في بعض المواطنين محدود الدخل الوحدة السكنية بتاعتهم أقل من القيمة المفروض تفرض عليهم الضريبة العقارية ومعنا كده أنه سيدفع 50 جنيه لا ما ظنش أن في حد محدود الدخل يبقى ساكن في وحدة أكثر من 500 ألف جنيه بالظبط كده يعني معظمه يبقى إما متوسط الدخل إما متفاعدة كل مواطن هل هي وسيلة لجمع مثلا أموال من المواطنين 50 جنيه على كل واحدة هتوصل له بقى يعني خلاني نتكلم هو هو يعني من المفترض أن يعني قبل ما يوصل هذه الاختارات للملاك كان المفروض فعلا مصلحة الضرائب أن هي تقوم بمراجعة كل هذه العقارات واللي يثبت صحة والمفروض ده اللي كان حصل ولكن احنا بنتكلم في أمر واقع هو ده اللي حصل فبالتالي على كل من يصلوا اختار من هذا النوع أن يتقدم بطعن إلى مصلحة الضرائب وسيتم بحثه وتحديد ننتقل إلى الصفحة السادسة أستاذ جمال ونطالع مفاجأة 49 دبابة تركية مقابل 49 أسير عند داعش يعني حضراتكم ما وصفتم فيه العنوان الخبر بمفاجأة يعني كان يعني كما قيل بأن العملية التسليم 49 من السفارة التركية في الموصل أو من قلصلية التركية في الموصل كانت مقابل 49 اللي هم أو 51 من مقاتلي داعش سلمتهم تركيا إلى داعش وحصلت على 49 اللي موجودين لدى داعش من تركيا في الحقيقة يعني تصرحات أردوغان الفترة الأخيرة مبقيتش تغضب مصر بس يعني كمان تصرفاته بقيت أصبحت تغضب العالم كله نعم يمكن هذا الموقف كثير من الدول الأوروبية أعلنت استيئة من هذا الموقف يمكن رجب طيب أردوغان بيجد هذه الفرصة هي الفرصة السانحة لتصفية الحسابات القديمة مع الأكراد خلاني نتكلم بصراحة طبعا يمكن مدينة كوباني في تركيا أو المقاطعة الكردية في تركيا كوباني أشعلت طبعا هذا الموضوع وأشعلت المظاهرات يمكن لحد الوقت فيه 14 قتيل في شوارع تركيا يعني عشان حركة نتكلم يعني مظاهرات يموت فيها 14 قتيل في يومين يعني هم اللي عندهم قمع وهم اللي عندهم يعني المصائح اللي بيجدها أصبحت للدول الأخرى يحتفظ بها لنفس يعني ما فيش عندنا 14 قتيل في يومين في مظاهرات ما خسرتش في أي حتة طبعا يعني كشفت أجهزة معلومات عربية وغربية إن في صفقة تمت بين الجانب التركي وتنظيم داعش بتسليم الأسرة مقابل 49 دبابة طبعا يعني أردوغان بيرى منها يعني يعني هو رابح في كلا في هذه الصفقة لأنه هو من جانب يعني يتمنى القضاء على الأكراد وفي الجانب آخر فداعش تنفذ مخطط هو يرغب فيه في محو الجانب الكردي تماما يمكن طبعا موقف يعني أعلنت معظم الدول الأوروبيل يستيقى من الموضوع رجب أردوغان اتهمة قبل يعني كمان نشر هذا الخبر بدعمه لداعش منذ أيام يمكن خبر زي ده بيأكد فعلا يعني توافق أردوغان مع الفكر الداعشي ودعمه لداعش هل من الممكن فيه مرحلة يعني متقدمة أن يتهم أيضا أردوغان على ضوء هذه الصفقة إذا ما صحت بأنه داعم للإرهاب أيضا ما هو دعمه لداعش يعني دعمه لإرهاب جميعا نتفق أن داعش جماعة إرهابية يمكن كمان زيارة النهاردة جون ألن يعني قائد الحرب على الإرهاب المفاوض من التحالف الدولي لمصر أظن اللي هي كان لها يعني فيها رسائل كثيرة جدا في المنطقة واعتمادهم على مصر ده يدل أن فعلا مصر هي التي تحارب الإرهاب وأن تركيا هي التي تقف في صف داعش وتقف في صف الإرهاب نعم ننتقل إلى الصفحة العشرة من العدد الجديد لمجلة أكتوبر أستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي بمجلة أكتوبر ونطالع إجراءات احترازية للبعثة رعب قدوم الإيبولة مع الحجاج وزير الصحة عيادات خاصة للحجاج المصريين ولجنة لمتابعة أي حالة تصاب بالمرض نعرف التحقيق التي أجرته زميلة ميهرو في الحقيقة يعني الإيبولة أصبح خطر يعني داهم يهدد العالم بأكمل ويمكن لو عرفنا لو 1.4 مليون يعني ضحية لهذا المرض ده رقم كبير جدا طبعا يعني سلطات المصرية سواء مطر القاهرة أو المنافذ البرية أو المنافذ البحرية أو وزارة الصحة كلهم بيتعاونوا يمكن وزارة الداخلية كمان بتتعاون خصص مستشفى حميات العباسية لاستقبال أي حالات يشتبه فيها وزارة التيران المدني أقامت حجر صحي لحجز أي حالة برضو يتم الاشتباه فيها أنت عارف الحجاج يعني من شتى أرجاء العالم من دور أفريقية وأسيوية وأوروبية من المحتمل يعني أن يتعرض أي من نزيل الحجاج لانتقال العدوى وبالتالي يجب علينا أن نكون في أشد يعني الحزر في استقبال الحجاج ويمكن ده اللي بينفذه وزارة الصحة مع الطيران مع الداخلية ويعني نأمل أن يعني يأتي الحجاج بالسلام إن شاء الله وحجا مقبولا وزنبا مغفورا ولكن دون أمراض إن شاء الله بإذن الله نعم أيضا وزارة الصحة كانت وزارة الصحة السعودية كانت اتخذت إجراءات بحسب ما قيل في التحقيق هنا إجراءات احترازية للوقاية من فيروس الإيبولة الإيبولة سواء من دول إذا كان أتى منها أحد أو مرة على أي من هذه الدول اللي هي غينيا والسيراليون والايبيريا في الحقيقة أن يعني خلالنا نتكلم هو الاحتياطات أساسة يعني قائمة من قبل الحج نعم ووزارة الصحة بتتعاون مع جميع المنافذ يعني البرية والبحرية والجوية في مصر في هذا الشأن طبعا مرض خطير ويمكن البعثة المصرية كمان الطبية في السعودية أظن اللي هي عليها دور كبير جدا في متابعة الحجيج من هناك يعني احنا من المفروض كمان اللي احنا يبقى للبعثة الطبية المتواجدة في الأراضي السعودية الآن دور كبير جدا قبل وصول الحجيج إلى مصر نعم الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي بمجلة أكتوبر شكرا على تشريفك ضيفا كريما في حلقة اليوم من برنامج تحت الطبع شكرا على حضرتك وإلى هنا مشاهدين الكرام نكونوا قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج تحت الطبع في الغد إن شاء الله حلقة جديدة فانتظرونا وإلى اللقاء